مظاهر الفرحة والبهجة هي الأجواء التي سيطرت على الشارع المصري في ذكرى عيد الشرطة السبعين بعد نزول رجال الشرطة وسط المواطنين للاحتفاء معهم بذكرى التضحية والبطولة المخلدة في الذاكرة التاريخية للوطن حيث تلقوا التهنئة من المواطنين والإشادة ببطولاتهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار كل زحة ديك طيبة يا فنزلوحة ديك صيحون طيبين ربنا يبارك فيهم ويقويهم وينصورهم يا رب بإذن الله ويحافظ عليهم ويحافظ عليهم بإذن الله شكرا جزيلا سلامهم الطيبين وعيد شرطة جديد وسعيد عليكم إن شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها ويحفظ شعبها إن شاء الله من كل سوق الورود والهدايا التذكارية أهداها رجال الشرطة للمواطنين في الشوارع والميادين في كافة المحافظات وتقدير من الشعب المصري لرجال يضحون من أجل وطنهم وأسرون على حمايته فهذا عيد كل المصريين بحافلات مكشوفة تجوب الشوارع والميادين تحتضل بعضها القادرون باختلاف كانت هذه صورة أخرى من صور الاحتفال بعيد الشرطة بعد أن امتزج رجال الشرطة وسط جموع المواطنين تأكيدا على التلاحم بين الشرطة والشعب مبسوط جدا وسعيد اللي أنا موجودنا عاما من النهاردة ومبسوط اللي أنا يعني مع كل إخواتي وسعيد جدا بالفصحة الجميلة دي كل سنة هم طيبين وهم فعلا يعني يستهلوا ده لأنه هم بيحبوا بلدهم وهم عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في الدنيا أنا فرحانة جدا جدا إحنا منزول الشرطة وكل حاجة بس هنا أنا مرأة الفائز زورت القادر الحربية أكلمية الشرطة وكل حاجة فأنا هذا إن شاء الله يعني أنا مبسوط جدا أننا في عيد الشرطة كما تم توزيع مطويات تتضمن توعية بمخاطر المخادرات وآثارها السلبية على المجتمع وأرقام هواتف للمساعدة وطلق البلاغات والشكاوى في هذا الإطار وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتيبات تحت عنوان القاهرة لا تتوقف تتضمن كافة الطرق والمحاور بالقاهرة تساعد المواطنين على معرفة الاتجاهات في ظل منظومة الطرق والكبار المستحدثة أه طبعا أه طبعا الكبار الكتيرة والمحاور الكتيرة الموجودة بتسهل علينا حاجات كتير قوي قوي وهي خطة جميلة الدولة بتتنفزها وبتشارك فيها الداخلية فإحنا بنشكركم ومنقول لكم كورسان طيبين ودايما كده معنا ودايما مع المواطن المصري نشكر سيات الرئيس على الطرق والمحاور اللي سهلت كتير واللي عملت سيولة مرورية في البلد واضحة طبعا وملموسة جدا ونشكر وزارة الداخلية على الكتيب اللي وضح لنا لحاجات كتير والاحتفالات امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير فرق موسيقات الشرطة استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية مصاحب لها توزيع الورود تحية لزوار مصر وهو ما أطفى جوا من الفرحة والبهج على الجميع الفرحة هي فرحة المصريين بشرطة قوية قادرة على حمايتهم مستعدة لتضحية من أجل وطنيها ومواطنيها فذكر عيد الشرطة هو تأكيد على معاني تلك التضحية